كلينيكال بيكشرو بيتا ثلاثيمية ساين ان سيمتوز نلاحظ في اللاجد ليور ان سبلين كلمنا عليه قبل كده ان الليور بيكبر والسبلين بيكبر زي ما شفتوا مع بعض في الثلاثيمية بيبقى فيه انافكتف ايريثرو بيس يعني انتاج لخلايا الخلايا تيت غير طبعية فالليور والسبلين ممكن يكسروا الخلايا غير طبعية انواعليها اكسترا مداري هيمولوس وفي نفس الوقت الليور والسبلين بيشاركوا فيه عملية انتاج لخلايا جديدة طبعية بنوان عليها العملية تنتقل اللي هما الاكسترا مداري هيمولوسيز مع الاكسترا مداري هيمولوسيز بيعملون له هباتوميجلي ان سبيروميجلي مايل جوندس ليه؟ لان احنا عارفين كلنا ان احنا الثلاثيمية فيها اكسترا مداري هيمولوسيز فبالتالي في هايبر بيلورونيمية وفالتالي في جوندس طيب بتأثر لنا العملية بتاعت الايه اللي هي السلاسيمية دية وعملية انتاج ابنورمال هيمولوبينز وزي ما الاكسوجينيشن للسيلز والتأثير على العظم زي ما هنشوف في عملية انه بيحصل تأخير فيه طبعاً عندنا مودلتوسيزيفير انيميا انيميا شديدة انيميا متوسطة زي ما قلتلك ان فيه تشوهات في العظام في العظام بتاعت الوش بالذات التحديد اللي جابها لها منتفخة كده وبرزة اللي بره منون عليها بوسينج وبالتحديد كمان عشان نقوم عليها الناصية اللي هي جاب بيكون المريض ده يعني عنده عرضة اكتر محتاج المريض ده عشان كده محتاج ان احنا دايماً نخلي بالنا ان احنا لان الهايبوكسيا بين الحاجات اللي ممكن تخلي تبقى اسوأ من الوضع بتاعها الاول في نفس الوقت نخلي بالنا من موضوع ونشوف بقى قصة لان هو ده الحل لمريض السلاسيمي ومهم جداً نعمل نعرفهم نقل الدم ان الطفل ده هيحتاج نقل دم بصفة دورية ومحتاج مع نقل الدم حاجة اسمها الكلاشن الكلاشن ده عشان يمسك الحديد عشان ما يزدش الحديد فيه الدم وان انا مشاكل حاجة اسمها ايرن اوفرلوت يبقى نعدي فيها مشكلة اسمها ايرن اوفر نقل الدم المتكرر يؤدي الى ذات الحديد في الجسم اه كنا قلنا عليها قبل كده اسمها الهيم كروماتوزز الهيم كروماتوززز ده يعمل مشاكل للمريض وممكن يؤدي الى ان المريض يموت بسبب المريض 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 يبقى ماشي في العيادة بتاعت الجينيت يبقى منول علىها الجينيتك كانسلينج ياخد الاستشارات الجينية وزي ما قلنا مع بعض هو الحل بتاعه هو ده العلاج الفعال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر